اشتركوا في القناة المدهش إذا هممت فبادر إذا هممت فبادر وإذا عزمت فثابر واعلم أن من أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر مفهوم الكلام؟ إذا هممت فبادر إذا هممت بشيء من الخير إذا أتى هذا خاطر الحق من الله أو الإلهام من الملك أو النصيحة من أخ كريم فماذا؟ فبادر لا تتأخر وإذا عزمت وأنتم من أهل العزم ما شاء الله وسرت في طريق من طرق الخير فما هي التوصية؟ فثابر واستمر لماذا؟ لأن الثبات نبات قال واعلم أن من أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر الذي يريد إدراك المفاخر من القرب من الله من الفردوس الأعلى من الحور العين من السعادة في الدنيا من النجاة في الآخرة من شرب الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة من أن يستظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله هذا لا يرضى بالصف الآخر دائما يسابق ونحن قد علمنا ماذا؟ المسابقة والمسارعة وليس فقط السير وكذلك يذكر رحمه الله يقول شجر المكاره يثمر المكارم شايفين عبارة ما أحلىها؟ شجر المكاره يثمر المكارم لذلك أيضا قال أحد العلماء من أراد الراحة ترك الراحة فأنت لما تأتي اليوم في الظلمة وفي هذا الجو البارد بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بشوه؟ بالنور التام يوم القيامة هذا الذي بقي في بيته نسأل الله عز وجل أن يكرمه كما أكرمنا ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا أيضا أنت لما تأتي تصلي وتجلس لتسمع كلمة العلم وتسمع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه ضغط على النفس فقد حفت الجنة بماذا؟ الجنة حفت بالمكاره حفت النار بالشهوات لذلك هذه أشياء يجب أن نستحذرها شجر المكاره يثمر ماذا يا كرام؟ يثمر المكارم وصلنا في حديثنا عن القرآن الكريم إعادة اكتشاف عند قضية تنزيل القرآن على الذاكرة في الدرس الماضي من خلال ماذا؟ من خلال الحفظ وأنا أريد أن أشير إشارة هامة جدا أنه يا كرام الدرس تعرفوني يعني مدة محدودة فهناك أمور كثيرة أنا مدرك أنها بحاجة إلى تفصيل أكثر ربما هناك أمور ربما بحاجة إلى ذكر ولكن أنا أجتهد تقريبا أن آتي بأهم الأمور في الموضوع تمام؟ يعني نحن خلينا نقول الدرس هو بمثابة إضاءات في عقولنا وقلوبنا وإلا التفاصيل فهناك تفاصيل كثيرة وربما يسر الله عز وجل لنا يعني مجالس أخرى نفصل فيما أجملنا اليوم إن شاء الله سننتقل إلى الحديث عن التنزيل الثالث فقد قلنا أن التنزيل كم شكل؟ تنزيل على الشخصية خمسة تحدثنا عن التنزيل على اللسان من خلال القراءة تحدثنا عن التنزيل على الذاكرة من خلال الحفظ اليوم الحديث سيكون عن التنزيل على العقل من خلال الفهم أحسنت الله من خلال ماذا؟ من خلال الفهم وهذا هذا الآن يعني خلينا نقول من هون بدأتولع السلسلة من هون بدنا نركز تركيز شديد يعني إذا كنا من ركز مية بالمية بدنا نركز اليوم ميتين بالمية تمام؟ طبعا تنزيل القرآن على العقل من خلال الفهم محور جدا لماذا؟ لأنه ارتباطه شديد جدا بما قبله وارتباطه شديد جدا بما بعده ولكن سأنطلق في الحديث عن هذا الشيء من خلال نقاط عدة أول نقطة أصل هذا التنزيل من أين أتى؟ من قول الله عز وجل إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم شو؟ لعلكم تعقلون من أجل ماذا؟ من أجل أن يفهم ومن أجل أن يعقل هذه آية ولكن اقرأوا آيات القرآن الكريم ستجدون عشرات الآيات تقول لعلكم تعقلون أفلا يعقلون وما يعقلها إلا العالمون يبين الآيات لقوم يعقلون فهذا التنزيل ذكر كثيرا وأنا ذكرت لكم في الدرس السابق الحفظ ما ذكر في القرآن الكريم ربما إلا مرة واحدة وأسند الحفظ إلى رب العزة جل جلاله ولكن العقل كم مرة تذكر في القرآن الكريم؟ اعمل سرد تجد عشرات الآيات في سور متنوعة أول القرآن وسط القرآن آخر القرآن في السور الطويلة في السور المتوسطة في السور القصيرة في كل القرآن تجد الحديث أفلا يعقلون لعلهم يعقلون أفلا يعقلون لعلهم يعقلون فهذا الشيء إذن هام وهام جدا أنا من أجل ماذا أذكر هذا الشيء؟ حتى نعرف ما هي النسب المطلوبة تذكرون مثال الشخص الذي قلنا هذا الشخص الذي أنفه طوله ثلاثة أمتار وأقدامه طولها عشر سانتي هذا شخص مشوه لأن النسب غير دقيقة لذلك نحن أيضا تنزيل القرآن على شخصياتنا يجب أن يأخذ نسبا مضبوطة حتى لا يصبح عندنا تشوه في الدين فهناك أشخاص فخموا الفروع وحجموا وقزموا الأصول مع أن القرآن يريد منا دائما أن نبدأ بالمحكمات ثم ننتقل إلى الجزئيات والفروعيات هذا الأصل الذي ننطلق منه وكذلك الأمر هناك مقولة لأمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه يقول فيها ولا خيرة شوفوا سيدنا علي بن أبي طالب ماذا كان لقبه؟ كان يلقب باب مدينة العلم سيدنا علي في العلم أوتي فهما وأوتي باعا كبيرا وطويلا فنحن لا نتكلم عن صحابي عادي في العلم نتكلم عن صحابي أوتي علما غزيرا حتى كأن الصحابة كانوا ماذا يقولون حينما يذكروا سيدنا علي؟ يقولون مسألة ولا أبا حسن لها يعني لما تأتي المعضلات التي لا يستطيع أن يفكها أحد من الذي يأتي إليها؟ يأتي إليها سيدنا علي رضي الله عنه فيفك كل أسرارها ويفندها التفنيد الدقيق فسيدنا علي له نظر ثاقب في العلم فانظروا ماذا يقول رضي الله عنه يقول ولا خيرة في علم لا فهم فيه ولا خيرة في علم لا فهم فيه ولا خيرة في قراءة لا تدبر فيها فهذه كلمة سيدنا علي رضي الله عنه نستحضرها اليوم في هذا التنزيل وفي الدرس القادم إن شاء الله إذن أي علم تتعلمه؟ أنت الآن قرأت القرآن الكريم بشكل صحيح بشكل دقيق بالأحكام بالوقف بالمدود وحفظت شيئا منه ما النتيجة؟ يقول لك سيدنا علي لا خيرة في علم قرأته لم تفهمه لا خيرة في علم لا فهم فيه ولا خيرة في قراءة لا تدبر فيها فهذا بداية الأصل الذي ننطلق منه في بيان تنزيل القرآن على العقل النقطة الثانية المكلفون بهذا التنزيل المكلفون بهذا التنزيل كل المسلمين لا يوجد اليوم مسلم يجوز أن يقول أنه أنا لست مكلف بتنزيل القرآن على عقلي ولكن ها هنا مسألة هي مرتبطة بالموضوع نحن نقول المكلف وما هي مستويات أو حدود هذا الفهم هذا الفهم يا كرام القرآن الكريم فهمه ليس له حد يعني أنت الآن من لما نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا والعلماء من كافة أشكالهم وأجناسهم وألوانهم وأقطارهم واختصاصاتهم وهم يعملون عقولهم وقلوبهم في فهم القرآن الكريم هل وصلوا إلى نهاية؟ هل وصلوا إلى حد؟ ما وصلوا؟ إذن في البداية فهم القرآن الكريم ليس له نهاية لماذا؟ لأن الله عز وجل قال كما ذكر الشيخ في الصلاة قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدده بالتالي إذن هذا الفهم لن نصل فيه إلى نهاية ولكن المتنبي يقول ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح والعقول يعني الناس يتفاوتون في فهم القرآن تفاوتاً عجيباً منهم من يفهم بنسبة واحد بالمية منهم من يفهم بنسبة اثنين بالمية منهم من يفهم بنسبة عشرة منهم من يفهم بنسبة عشرين والفهم رزق من الله يفهم ماذا؟ رزق من الله ولكن هذا الرزق لا يأتي هكذا هذا الرزق له أسباب لذلك كانت القاعدة في فهم القرآن تقول كل يأخذ من القرآن على حسب استعداده وورود الأمداد على حسب الاستعداد ورود الأمداد على حسب ماذا؟ على حسب الاستعداد ما معنى هذا الكلام؟ قل لك أنت الآن تطلب أمداداً من الله عز وجل في فهم القرآن تمام؟ قال لك الشخص الذي عنده خلفية من معرفة اللغة من معرفة العلم الذي هو يدرسه ومتمكن فيه من معرفة الخطوات التي سنأتي عليها كأسباب النزول ومعرفة المفردات ومعرفة معاني الآيات وما شابه ذلك هذا الشخص يفهم من القرآن الكريم أكبر بكثير من الشخص الذي لا يعرف هذه الأمور لذلك كلما كان الإنسان على معرفة أكبر كلما كان على درجة شوه أعلى في الفهم فهذا الشيء إذن يجب أن نفهمه ولكن هناك حد أدنى لا يجوز لأي مسلم أن لا يكون قد أتى به من الفهم تمام يا كرام إذن هذه مستويات الفهم هناك مستوى أول وثاني وثالث ورابع ولا يصل يعني الإنسان إلى نهاية لذلك سأل العلامة محمد الصادق عرجون رحمه الله وهو أحد كبار علماء الأزهر الشريف في كتاب عظيم ونفيس له اسمه القرآن العظيم هدايته وإعجازه وأقوال المفسرين سأل سؤالا جوهريا قال هل فسر القرآن؟ يعني هل وصلنا في فهم القرآن وفي تفسير القرآن إلى حد؟ يقول لك بعض الناس أفضل كتاب في التفسير الكتاب كذا أفضل كتاب في التفسير سرد كل الأقوال وناقشها ووصل إلى نتيجة أن القرآن لا تصل فيه إلى نهاية لماذا؟ لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان فبالتالي ستستجد تفسيرات للقرآن الكريم كلما تقدم العمر بالناس الآن مجالات الفهم إذن قلنا الأصل قلنا التكليف قلنا المستويات الآن مجالات الفهم مجالات الفهم بكل بساطة نحن نريد أن نتكلم كلاما عمليا علينا أن نفهم القرآن الكريم في ثلاثة سياقات نفهم مفرداته نفهم معانيه نفهم مقاصده تمام؟ نفهم ثلاث أمور فأنا كيف أنزل القرآن على عقلي؟ يجب أن أعرف هذه الثلاث أشياء ما هي معاني مفردات القرآن الكريم؟ ما هي معاني تراكيب القرآن الكريم؟ وهنا فرق بين المفردات كمفردات وبين التراكيب يعني ما معنى هذا؟ الكلمة القرآنية يا كرام لوحدها يكون لها معنى يعني مثلا لو قلنا الصراط ما معنى الصراط؟ لها معنى من معهود لغة العرب طب المستقيم أيضا لها معنى لما نقول الصراط المستقيم هذه في السياق تأخذ معنى إضافيا لا يدرك إلا من خلال القرآن فهمنا ما الفرق بين معاني المفردات كمفردات ومعنى السياق فإذا الكلمة القرآنية لما توضع في سياق ترتبط بكلمة قبلها وبكلمة بعدها هذه تأخذ معنى إضافيا فبالتالي إذن لابد لي أن أعرف هذه الأمور وكذلك الأمر لابد لي أن أعرف ماذا؟ مقاصد القرآن الكريم ما هي المقاصد التي نزل القرآن الكريم من أجلها؟ الآن ما هي خطوات تنزيل القرآن على العقل؟ سأتكلم في أربع خطوات سريعة أول خطوة معرفة معاني المفردات إذن عندنا كلمات في القرآن الكريم بعض العلماء سماها غريب القرآن بعض العلماء سماها كلمات القرآن تفسير وبيان وهنا سأنصح بكتاب للمبتدئين وهو مدخل في البداية هو كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للعلام الأزهري محمد حسنين مخلوف وهذا هو الكتاب الذي يطبع في هامش المصاحف في الغالب شو اسمه؟ كلمات القرآن تفسير وبيان لكن هنا أريد أن أنبه على مسألة هامة جدا أحيانا يطبع في هامش المصحف كتاب تفسير الجلالين كتاب شو؟ تفسير الجلالين والناس في هذا يخطئون خطأ جسيما يظنون أن تفسير الجلالين تفسير هكذا بسيط يفهم ببساطة أنا مرة سمعت من فضيلة الشيخ رشدي القلم نقلا عن شيخه الشيخ صادق حبنكا رحمه الله أنهم كانوا يقرؤون في تفسير الجلالين فدخل عليهم أحد العلماء فوجدهم يقرؤون في تفسير الجلالين فقال لهم تفسير الجلالين يحتاج إلى فك شفرات إذن تفسير الجلالين أنت لما تجده صغير بتفكره شو؟ بتفكره سهل وبسيط لكن هو مركز ومكثف جدا لذلك أحيانا قد تقرأ فيه فلا تفهم المعنى فلذلك إذا أردت أن تعرف معاني مفردات القرآن فابدأ بماذا؟ بكتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للعلامة حسني المخلوف تمام يا كرام؟ هذه أول نقطة عرفنا معاني المفردات النقطة الثانية معرفة معاني الآيات الآن مفردة مع مفردة كلمة مع كلمة ماذا كونت لنا؟ كونت لنا آية وكما ذكرت لكم المفردة لوحدها يكون لها معنى لكن لما توضع غمن سياق تأخذ معنى آخر هذا معنى الآيات من أين نأخذه؟ نحن الآن كأشخاص نريد أن نزل من التفاسير تمام؟ وهذه التفاسير أيضاً لو أردت أن أتكلم معكم في هذه قصة طويلة وعريضة لكن باختصار التفاسير على أشكال وأنواع وعلى مناهج متعددة هناك شيء يقولون لك تفسير بالمأثور يقولون لك تفسير بالرأي يقولون لك تفسير مذهبي يقولون لك تفسير لغوي يقولون لك تفسير بياني يقولون لك تفسير علمي التفاسير أشكال متنوعة أيضا هناك تفاسير موجزة مختصرة هناك تفاسير طويلة هناك تفاسير متوسطة أيضا هناك تفاسير قديمة هناك تفاسير حديثة فالتفسير شيء طويل لكن الخلاصة العملية التي أريد أن نخرج بها على الإنسان أن يقرأ تفسيرا موجزا في البداية وأنا نصحتكم بكتاب التفسير الوجيز للعلامة وهب الزحيلي هذا يعطيك تفسير مو كلمات القرآن تفسير الآية ينثرها لك نثرا في هامش المصحف هذا تفسير وجيز وعلى القرآن أن يقرأه يعني ولو مر واحدة في حياته لا يجي إنسان يقول له هذا التفسير ست مجلدات يا أخي هذه نجاة الدنيا والآخرة لا نقرأه عندنا تفسير هام جدا من التفسير بالمأثور تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير ما معنى التفسير بالمأثور؟ التفسير بالمأثور هو التفسير انطلاقا من تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ننطلق من هذا الشيء حتى نكون في حصن حصين ولكن هذا التفسير بالمأثور لا يعطيك كل المعاني لذلك لا بد من تفسير ثالث إذن صار عندنا تفسير وجيز صار في عندنا تفسير بالمأثور نموذج له تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير التفسير الثالث تفسير مكافئ للعصر يعني معنى ذلك الإمام بن كثير لما فسر القرآن الكريم فسره بفهم عصره وبثقافة عصره جاء بعده أئمة فسروا القرآن الكريم بثقافة شو؟ عصورهم لذلك القرآن الكريم لكل عصر ولكل زمان يستجد فيه تفسير ليس معنى هذا أنه يستجد فيه تفسير ينقض ما سبق ولكن تتكشف أمور لم تكن البشرية تعرفها من قبل وهذا مصداق لقول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم لماذا؟ حتى يتبين لهم أنه شو؟ أنه الحق شو اللي بدي يتبين أنه الحق؟ القرآن الكريم فكلما استجدت الأعمار والسنين بالبشرية تكشفت لها أمور ما كانت واضحة لها فيما سبق فبالتالي الإنسان دائما بحاجة إلى تفسير يقوله العلماء تفسير مكافأ للعصر على وفق ثقافة العصر وفي هذا السياق أنصحكم بتفسير هو من أهم وأنفس التفاسير وهو تفسير التحرير والتنوير للعلامة الإمام التونسي شيخ جامع الزيتون الإمام محمد الطاهر بن عاشور ونربما أذكره كثيرا هذا تفسير نفيس جدا يا كرام هو معاصر لنا وقد ذكر في مقدمة تفسيره قال أنا قرأت تقريبا معظم التفاسير فجئت بتفسيري هذا بأحسن ما في التفاسير يعني كل تفسير جاء بأحسن شيء فيه قال وبأحسن مما في التفاسير يعني جاء بشيء جديد أيضا وهو تفسير طبعا طويل يعني تفسير مبسوط لكن الإنسان يكون موجود عنده إما أن يحمله على الجوال وإما أن يقتينه في البيت إن ما استطعت أن تقرأه قراءة كاملة الآية التي تشكل علي أرجع عليها في تفسير التحرير والتنوير ولكن على الإنسان أن يقرأ يعني يقرأ لو كل سنة يقرأ تفسير جزء مثلا وهكذا ربما أنت خلال أربع سنة وخمس سنوات تكون قد قرأت التفاسير الثلاثة هذه فإذن هذه التفاسير تعطينا معاني الآيات وفي هذا السياق يعني كما ذكرت لكم يتفاوت الناس تفاوتا كثيرا طبعا هذه أمثلة هناك أناس قرأوا ست تفاسير سبع تفاسير عشر تفاسير هل هذا يفهمك الذي لم يقرأ في حياته إلا تفسيرا واحدا طب ما بالك بالذي لم يقرأ في حياته تفسيرا فقط يقرأ القرآن الكريم كيف سيكون فهم القرآن فإذن هذه النقطة الثانية إذن معرفة معاني المفردات معرفة معاني الآيات النقطة الثالثة معرفة أسباب النزول أسباب النزول سماها بعض العلماء كما يذكر العلامة فتح الدوريني سماها القصة التشريعية وأسباب النزول تعيننا على فهم المشكلة التي حلت يعني من خلال الآية يعني كان هناك مشاكل في عصر الصحابة ينزل القرآن الكريم يحلها طبعا ليس كل القرآن الكريم له أسباب النزول بعض الناس يظن أن كل آية لها سبب النزول لا القرآن الكريم الأصل صالح لكل زمان ومكان لكن هناك آيات كانت توضح مشاكل نزلت من أجلها لكن في أسباب النزول أيضا وباختصار والوقت يداهمنا أريد أن أركز على مسألتين أول مسألة أسباب النزول موجهات لا محددات ما معنى هذا الكلام يعني أسباب النزول تنير لنا طريقا أفضل لنفهم الآية ولكن لا تحصر الآية يعني مثلا قال لك غير المغضوب عليهم شو المقصود نزلت هذه في من قال في اليهود فهل هذا معنى الكلام أنه هذه فقط في اليهود قال لك لا هذه في الأصل في اليهود ولكن ماذا هي صالحة لكل زمان ومكان فكل إنسان تصرف كما تصرف اليهود الآية صحيحة في حقه قال لك هم كانوا مغضوب عليهم لماذا لأنهم عرفوا الحق فجحدوه فكل إنسان يعرف الحق ويجحده شو؟ هذا الإنسان ينطبق عليه فإذا لا نقول فقط هذه نزلت في اليهود فهي في اليهود نزلت في فلان نزلت في خولة بن ثعلب رضي الله عنها فهي فقط في حقها لا الآية لها آفاق إلى آخر الزمان لذلك الأمر كانت القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي أن الآية صحيح أنها نزلت لتحول هذه المشكلة ولكن كل مشكلة تواجهكم مشابهة لها استنيروا بهذه القصة حتى تفهموا كيف تنزلون الآيات على الواقع وهنا أسباب النزول تفيدنا في هذه لما ذكرنا القرآن له تنزيل على ماذا؟ له تنزيل على الواقع النقطة الرابعة من خطوات التنزيل قراءة الدراسات القرآنية طبعاً في أسباب النزول سأنصحكم بكتاب اسمه لباب النقول في أسباب النزول للحافظ جلال الدين السيوطي وأيضاً هناك كتب كثيرة لكن هذا كتاب جيد كمدخل النقطة الرابعة قراءة الدراسات القرآنية وهي الأمور التي درست القرآن الكريم من أوله إلى آخره مثل مثلاً مقاصد القرآن الكريم ما هي المقاصد التي جاء القرآن الكريم بها؟ محاور القرآن الكريم ما هي المحاور التي تنتظم كل سور القرآن الكريم؟ وفي هذا السياق أيضاً أنصحكم ككتاب مدخلي كتاب المحاور الخمسة للقرآن الكريم للعلامة محمد الغزالي هذه خطوات أربعة إن شاء الله تكون نافعة لنا ومعينة لنا في تنزيل القرآن على العقل معرفة معاني المفردات معرفة معاني الآيات معرفة أسباب النزول وقراءة الدراسات القرآنية والنسر يا كرام على هذا الطريق والفهم رزق يؤتيه الله عز وجل من يأخذ بأسبابه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين شكرا